بعثة الاهل النهاردة غادرت إلى السودان حوالي الساعة 2 الضغر متوجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة خلال هذه الرحلة بإذن الله موافقين يا رب إن شاء الله في مباراة الهلال اللي تحدد موعدها إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 3 العصر وقدمكم على الشاشة هي بعض الكواليس واللقطات الحصرية من توقيت مغادرة الفريق في مطار القاهرة الدولي قبل السفر إن شاء الله هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا طبعا قبل فكرة السفر وكل الإجراءات الحمد لله المسحة الطبية لكل أفراد البعثة نتيجتها سلبية وده شيء مطمئن عشان البعثة تسافر بأفضل المجموعة وأفضل عناصر اللي اخترها المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نتيجة المسحة الحمد لله أجرتها البعثة مبارح سلبية قدامك هون في الكواليس سيادة الوزير العامري فارو ناب رئيس النادي ورئيس البعثة مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة وعدد من اللاعب الكابتن حسام غالي اللي هيكون متواجد في الفترة القادمة مرافق لأي رئيس بعثة عشان الجانب الفني كمان مع اللاعبين وخبرات جديدة كمان لأحد أبرز العناصر اللي انضمت لمجلس الإدارة في الفترات الأخيرة الكابتن حسام غالي حسين الشحات ياسر إبراهيم أحمد عبدالقادر علي لطفي اللي هيكون إن شاء الله جدير بيح راسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي علي معلول يمكن برضو الناس كانت قالت ان علي معلول شعر بكادمة وكانت فيه إصابة لكن الحمد لله مطمئنين عليه وموجود مع البعثة محمد هاني عايز أقول لكم محمد هاني عمر السلية في اللحظة دي الاتحاد الدولي أعلن أن فيه خمس أهداف أفضل خمس أهداف في كس العالم للأندية من ضمنهم هدف محمد هاني في منتريل مكسيكي وهدف عمر السلية في مرمى الهلال السعودي الاتنين أهدافهم في هذه البطولة اتخذت ضمن أفضل خمس أهداف في كأس العالم للأندية قدامنا مصطفى شبير وطاهر محمد طاهر وواحد وعشرين لعب الجهاز الفني استحابهم في هذه الرحلة زي ما بقول لكم واحد وعشرين لعب مسيماني أعلن قايمة الأهلي استعدادا لمباراة الهلال السوداني والقايمة بتضم واحد وعشرين علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء في حراسة المرمى رامي ربيع عيسر إبراهيم محمد عبد المنعم محمد هاني كريم فؤاد علم علول محمود وحيد عمر السلية محمد محمود حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفشا حسين الشحات لويس ميكي سوني محمد شريف طاهر محمد طاهر أحمد عبد القادر وعودة من جديد لي حسام حسن بعد فترة غياب وعدم مشاركته في كأس العالم للأندية وأيضا كمان عودة لمحمد محمود ضمن قائمة هذه المباراة بعد أيضا استبعاده من كأس العالم بسبب عدم جهازيته والإصابة النهاردة الصبح كان فيه تدريب لفريق النازل أهلي في ملعب التتش بالجزيرة ده كان المراني ختامي قبل التوجه إلى المطار استعدادا للسفر لمواجهة الهلال السوداني في بطولة دور أبطال إفرقيا المراني النهاردة بدأ بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور الليعابين في هذه المباراة بعد التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق في الفترة المقبلة طيب خبر بقى كنا نتمنى يعني اللي تقالينا مبارح من زمننا فروس صلاح ورؤية الجهاز الفن والطب إنه ممكن يكون موجود محمد الشناوي للأسف يمكن للجهازه طبي بعد مراني الأمس لا شافي إن محمد الشناوي الأفضل لي إنه يفضل في القاهرة عشان يستمر فيه مواصلة برنامجه التأهيلي من إصابة العضلة الخلفية عشان يتعافى منها في فترة قريبة جدا وفقا للبرنامج اللي حدده الجهازه الطبي بقيادة دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهازه الطبي للنادي الشناوي هيعمل برنامج تأهيلي في القاهرة خلال الفترة القادمة وعاقب عودة البعثة من السودان بإذن الله الجهازه الطبي هيجري أشعة أخرى على الشناوي عشان يتأكدوا من جهازيته وسلامته في الفترة اللي جاء قدامنا كمان الشريف محمد الدالي الشريف الخاص ببعثة فريق النادي الأهلي في هذه الرحلة وده شيء متبع في كل رحلات وسفريات الأهلي لازم يكون فيه يعني شيف ومطبخ خاص بالنادي الأهلي وده أمر صحي وليه علاقة كبيرة جدا بالأمور الفنية والأمور الإدارية في استعداد الفريق لأي مباراة رسمية يمكن هذه الكواليسة خاصة وحصرية لشاشة قناة الأهلي من مغادرة البعثة من مطار القاهرة الدولي من خلال رئاسة البعثة لمعالي الوزير النائب أو نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فارو وكل أعضاء الجهاز الفني وكل أعضاء الجهاز الفني بقيادة تابيتسو موسيماني وأيضا الكابتن سامير عدلي مدير الجهاز الإداري لما له بالتأكيد من خبرات وعلاقات كبيرة جدا في السنوات السابقة وفرصة بقى لتواصل الأجيال وجود الكابتن حسام غيالي عضو المجلس وحلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وشركة الكورة خلال الفترة القادمة لإدفاع مزيد من الخبرات بالنسبة للجهاز أو لمجلس الإدارة من خلال عضوية الكابتن حسام غيالي صلاح محسن هابدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشت القدم اللي كان أجراها في الفترة السابقة وكلنا عارفين أن صلاح محسن في فترة كده هيغيبها في المباريات القادمة مش هيكون موجود بسبب العملية الجراحية وتثبيت مشتية القدم في الفترة القادمة يعني ممكن نتكلم على أن صلاح محسن يبدأ يفكر كده في العودة للتدريبات بشكل تدريجي على نهاية شهر مارس بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاية بيرسيتاو كنا أيضا بنأمل أن يكون موجود في هذه الرحلة ومع الفريق في هذه المباراة لكن لسه برنامج التأهيلي لم ينتهي وهيستكمله خلال الفترة اللي جاية وخرج من حسابات الجهاز الفن بقيادة بيتسو موسيماني في مباراة الهلال السوداني وهيتم تجهيزه للتدريبات الجماعية عاقب عودة البعثة من السودان إن شاء الله وهيكون جاهز للمراني الجماعي عاقب العودة من السودان وساعتها بقى هيكون جاهز لمباراة مصر المقصة في الدوري ثم مباراة تسانداونز يوم 26 فبراير بإذن الله في الجولة الثالثة هنا في القاهرة بالنسبة لمباراة تدوري أبطال إفريقيا دي كانت أبرز الأخبار والكواليس الخاصة بسفر بعثة النادي الأهلي إلى السوداني إن شاء الله يوصلوا بالسلامة وبإذن الله إن شاء الله يقدر الأهلي يعمل نتيجة إيجابية في ملعب الهلال بإذن الله يوم الجمعة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز التريندات الموجودة في تريند الأهلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا المترجم للقناة